مش معنى ان الهلال خسر مبارات السوبر امام الزمالك انه قد اداء سيء وانه يستاهل خسارة. على العكس تماما انا شايف ان الهلال السعودي عامل مباراة عالية جدا. طول تسعين دقيقة على شوطين. واللعبة ما اثرتش في اي حاجة. كل مباراة لها ظروفها. المهم ان اللعبة تؤدي ما عليها. وده اللي حصل فعلا ما شفنا في مبارات الهلال والزمالك. ان اللعبة الهلال ما اثروش ولكن سوق التوفيق طبعا بالنسبة لفرصة الكتير جدا لضيعها الهلال سواء في شوط الاول او في شوط التاني. على جماهر الهلال انها تفتخر الحقيقة انها تمتلك فريق بهذه المقاومات. لان انا وجهت نظر متوضعة وانا غير متابعة للدور السعودي. انا تفاجأت من مستوى النادي الهلال السعودي. صراحة حاجة تشرف. اه اداء قوي جدا خلال تسعين دقيقة. اللي عيه وقف على رجليها. اللي قابدانية عالية. طبعا عندهم نجوم اه عموري مسلا من الناس اللي تستمتع. اه لما كرة تروح له. الهلال عنده مدرب واعي جدا مدرب كبير جدا. اه بيعرف ازاي ينوع الهجمات. بيعرف ايه يلعب الرتم السريع. بايه يلعب المرتد. اللهم اقل له بعض الصغارات الدفاعية. اللي اه كان الزمالك معي تخفيق كبير جدا. ان يروح على مرمى الهلال بتات اربعة فرص يجيب منهم تلاتة يعني حاجة كمس التوفيق. على العكس تماما للهل السعودي راح اكتر من مرة. اه على 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 مرمى الزمالك. وضيع اكتر من فرصة. رسالة الجمالية الهلال. اه بلاش رسالة محبطة للعبين. وتقفوا وراء الفريق. لان انا بصراحة عملت الفيديو ده خصيصا بعد ما شفت تبعت بعض الاخبار على تويتر. وليس ان بعض جماهير الهلال بتهاجم الفريق وتهاجم بعض اللاعبين. اه انا هو يتنازل يا جماعة. لازم تقف وراء الفرقة. بشكل جيد الفتر اللي جاية. وانا شايف ان الهلال فرقة وعدة. وان شاء الله تقدر بطولة السنة دي. ان شاء الله. والمباراة في الاول وفي الاخر هي مباراة في كرة القدم. جايز تكسب جايز تخسر. المكسب وارد والخسارة واردة. ولكن اهم شيء ان انت تعمل اللي عليك وده اللي عفت اللي اللي عملوه على مدار التسعين دقيقة. محدش اثر فيهم. اه الحقيقة انا عملت الفيديو ده عشان اه معجب جدا باداء الهلال. ومشفق عليهم من الخسارة. انا انا في مصر بشاجع عن دي الاهل طبعا. ولكن انا مش هعمل الفيديو ده نكاة في زمالك ابدا من اللايك. انا عمل الفيديو ده اعجاب مني. بنادي الهلال والاداء اللي انا شفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.